هنبدأ على طول بسؤالنا الأول وهو سؤال شادن شريف شادن شريف بتقول أنا مشكلتي بالليل يا دكتور بنتي سبع سنين وبتعمل وهي نايمة كتير قوي وكل يوم شادن شريف سؤالها هنا عن عدم التحكم في البول بنتها سبع سنين بتعمل وهي نايمة كتير قوي وكل يوم السؤال هنا عن عدم التحكم في البول في فترة النوم الليلي والسن سبع سنين مبدئيا سلس البول الليلي أو النكتورنال انيوريسز أو عدم التحكم الليلي كل ده مسميات لنفس الموضوع يعني هي مشكلة بتحصل لطفل من كل عشر أطفال فوق سن الخمس سنين خلاص يعني نسبة حدوث المشكلة دي هي عشرة في المية فوق سن خمس سنين يعني من كل مية طفل فوق الخمس سنين من كل مية طفل عشر أطفال عندهم المشكلة دي وعلى فكرة دي نسبة يعني لا يستهام بيها مش عايزة أقول كبيرة أو صغيرة بس نسبة معقولة يعني فبالتالي الأصحاب هذه المشكلة لازم نقدم لهم معلومات تساعدهم في تجاوز هذه المشكلة إن شاء الله أو بمعنى أدق أن ولادهم يتجاوزوا ولادهم وبناتهم يتجاوزوا هذه المشكلة قلنا عشرة في المية من الأطفال فوق سن الخمس سنين يعانوا من عدم التحكم الليلي تلتين النسبة دي بقى يعني تلتين العشرة في المية دول بتكون من الأولاد مش من البنات يعني المشكلة دي بتحصل مع الولاد أكتر وبيكون فيه تاريخ عائلي لنفس المشكلة وتحديدا من جهة الأب أنا بس يعني إيه بطمن حضراتكم إن ممكن دي تكون لها جانب وراسي خلاص؟ فممكن لو فيه أسرة عندهم طفل أو طفلة عندهم المشكلة دي الأطفال بيبقى أكتر نسبة حدوثها أكتر وبتبقى فيه لو فيه نسبة وراسة أو فيه عامل وراسي من تجاه الأب فنسأل عشان برضو نبقى فاهمين والتعليم على فكرة بالليل بشكل عام يعني تعليم التحكم بالليل بياخد وقت أطول من التعليم في فترات النهار وده منطقي لأن في فترات النهار الطفل بيكون واعي واعي إحنا عايزين إيه؟ واعي بقدراته بيحاول بيفشل في الأول بعد كده بينجح أو بينجح في مراته بيفشل في مراته بعد كده بينجح أكتر وهكذا في فترات الليل بقى لأ الطفل نايم فإحنا معتمدين على آليات أخرى إن إزاي الطفل ده يتحكم وهو غير واعي أو وهو نايم فمبدئيا كده لازم نكون وعيين إنه التحكم الليلي أو إن الطفل يتحكم بالليل الجزء ده من المهارة أصعب بكتير قوي من إن الطفل يتحكم في فترات النهار أو الday time زي ما احنا بنسميه